إلى الملف القطري الآن فقد كشف تحقيق صحفي بثته الليلة قناة أبو ظبيا الإماراتية كشف تفاصيل مثيرة عن عمليات استخباراتية خططت لها ونفذتها الأجهزة القطرية الأمر يتعلق بإنشاء حسابات رقمية مزيفة في مواقع التواصل الاجتماعي للتشهير والتحريض في كل من السعودية والإمارات ومن كشف عن تفاصيل هذه العمليات مواطن قطري كان يشغل منصب ضابط في جهاز الاستخبارات منذ عدة أعوام أنشأ جهاز أمن الدولة القطري ما تسمى بالإدارة الرقمية إدارة تهدف لرصد وإنشاء حسابات وهمية على تويتر وإنستغرام باستخدام أسماء وهمية في السعودية ودولة الإمارات للإحاء بوجود تذمر في صفوف المواطنين وقد رصدت أجهزة الأمن الإماراتية حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تسيء لدولة الإمارات ونموزها وخاصة حسابا يدعى بوعسكور وبعد فترة من المراقبة اكتشفت أن الرسائل المسيئة تأتي من قطر اسمي حمد علي محمد علي الحمادي عمري 33 قطري أعمل بجهاز أمن الدولة برتبة ملازم ثاني التحقت سكرتات رئيس الجهاز شهر 12-2013 قبل عدة أعوام استدعى أحد كبار ضباط أمن الدولة القطري الملازم حمد الحمادي لتكليفه بمهمة تتلخص في التوجه برا إلى السعودية ودولة الإمارات لشراء خمس شرائح هاتفية من كل منها وتعبئتها برصيد خمسة ألاف درهم لكل شريحة لاستخدامها دوليا وبالفعل غادر الملازم حمد الدوحة بسيارته متوجها إلى معبر أبو سمر القطري ومنه إلى معبر سلوى السعودي على الحدود بين البلدين يوم أني تحركت من الدوحة دخلت مركز سلوى تقريبا الساعة خمس المغرب أو الساعة السد عن طريق مركز سلوى الحدودي اشتريت خمس بطاقات سعودية وكانت هي انفعلة فيها خدمات الانترنت والأمور كلها البقات الثانية بعد دخوله الأراضي السعودية توجه باتجاه معبر الغوايفات الإماراتي حيث توجه إلى أحد البقالات واشترى الشرائح الهاتفية الإماراتية وقام بشحن كل منها برصيد خمسة ألاف درهم وطلب مني المقدم جاسب أن تتم تعبئة هذه الأرغام الإماراتية داخل شبكة الإمارات لكي تتم تعبئتها لأن شبكاتها لا تتعبئ فبالفعل الهنود أعطونا الأربع تلفونات حطوا الكروت عبوها ما كانت متواجدة عبوها عن طريق الرصيد الإلكتروني وعبوها عن طريق الكرت اليدوي وفي اليوم التالي عاد الملازم حمد برا إلى الدوحة وسلم الشرائح الخمس إلى مديره وتم استخدام هذه الشرائح الهاتفية لإنشاء حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وإنستغرام لنشر صورة موسيئة وتعليقات بذيئة بحق الإمارات والسعودية إدارة رقمية هي من قامت بإنشاء حساب بعسكور وحساب قناص الشمال والحسابات الأخرى التي تسيء لدولة الإمارات واستخدامها لمهاجمة دولة الإمارات وأعتقد أن الكروت السعودية تم استخدامها للساءة بالسعودية لاحقاً أصدرت محكمة إماراتية على الملازم حمد حكماً بالسجن عشر سنوات كما أصدرت المحكمة حكماً غيابياً بالسجن المؤبد على أربعة آخرين من منصوبي جهاز أمن الدولة القطري لكن ومن أجل تهدئة النفوس وحفاظاً على أواصر القربة وحصن الجوار أصدر رئيس دولة الإمارات لاحقاً قراراً بالعفو عن الملازم حمد الحمادي معنا الآن من جدة المحام والمستشار القانوني المتخصص في القضايا الجنائية بدر الروقي أستاذ بدر مساء الخير مرحباً بك معنا في غرفة الأخبار لافت هذه الاترافات التي تبعناها قبل قليل في هذا التقرير من هذا الملازم القطري يعني بذلوا مجهود كبير في السفر والتنقل والذهاب من مكان إلى آخر وشراء كل هذه البطاقات برأيك بهدف ماذا؟ ما الذي كانت تهدف إليه تحديداً هذه المساعي؟ وما الذي تستفيد منه قطر من مثل هذا المجهود؟ أولاً كل عام وأنتم بخير أستاذ الفاضل وأنتم أزيمي لتك في الاستيديو وشكراً لقناتكم الفاضلة على استضافتنا اليوم في موضوع مهم جداً ومس بلد شقيق مثل الإمارات العربية طبعاً للأسف المخابرات القطرية عندما تستخدم شرائح مجهولة هي تتوقع أن هذه الشرائح المجهولة لا يصعب تتبعها وأتوقع من تحليل مبدئي لما تم عرضه اليوم أن عملية القبض تمت في أواخر 2013 أو بداية 2014 لأن هذا الأسلوب هو أسلوب قديم جداً وتم الآن الكثير من المخابرات العالمية بالحد من انتشار مثل هذه الشرائح ولكن كما سمعنا أن الحصول عليها ليس بالموضوع الصعب ولكن هناك عدد من الشروط مثل تعبئة تلك الشرائح في البلد مثل الإمارات لكي عند كشف هذه العملية يقولون أن أول افتتاح للخط كان في دولة الإمارات ويتبرؤون من هذه الشرائح طبعاً استخدام الشرائح المجهولة حالياً بدت عملية هيات الاتصالات بمنع مثل هذه الشرائح المجهولة لصعوبة تتبعها ولكن تتأخر عملية التتبع في تحديد المواقع وإضافة عند الوصول إلى تحديد الموقع لا يجد لحامل هذه الشريحة أي هوية للقفض عليه ولكن الخبرة العالية لضباط الإماراتيين والتقنية العالية التي تستخدمها الإمارات تسهل عليهم كشف مثل هذه الشرائح ولكن القطريين لا زالوا يكابرون في عملية إزعاج دول الشقيقة أو محاولة إزعاجهم باستخدام مثل تلك الشرائح للتحرك بحرية داخل مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر والفيسبوك وبث الإشاعات المغرضة في تلك المواقع لأغراض أحياناً تكون تمهيدية لبعض عملاءها داخل هذه البلدان أو عملية استباقية لعملاء لاحقين سوف يدخلون في هذا المجال دعني أسألك عن هذه النقطة أستاذ بدر مسألة وجود حسابات مزيفة على مواقع تويتر أو غيره هناك الكثير من الحسابات المزيفة بأسماء مستعارة تنتشر بالألاف على هذه المواقع ما مدى الخطورة التي تشكلها مثل هذه الحسابات هذه الحسابات التي نتحدث عنها في هذا التقرير تحديداً أحدهم كان مسمى بوع سكور أو شيء من هذا القبيل ما هي برأيك الخطورة التي يمكن أن يشكلها مثل هذا الحساب الحسابات الوهمية أو الحسابات المشبوهة أو الحسابات التي تستخدم أسماء وهمية هي حسابات فقط للتوجيء أو قياس النبض للشارع السعودي مثلاً أو الشارع الإماراتي في بعض القضايا الحساسة أو القضايا المتشاعبة أو التي لا تزال تحت النظر في قبة مثلاً مجلس البرلمان أو مجلس الشورى هم يريدون معرفة نبض الشارع في هذه الأثناء إضافة إلى بعض التوجيهات التي تأتي إليهم بعملية غرز بعض الفتن أو إصدار إشاعة معينة لجس نبض الشارع في تلقي هذه الإشاعة والاستمرار بها أو التوقف والاستبدال بإشاعة جديدة ما مدى صعوبة تتبع هذه الحسابات وربما العمل على وقفها من قبل السلطات سواء في الإمارات أو في السعودية أو دول أخرى بالفعل السعودية بدت فعلياً بوقف شرائح البيانات مسبقة الدفع وتحويلها إلى المفوترة لأن كما ذكرت سابقاً أن شرائح المسبقة الدفع هي شرائح في الأغلب تكون مجهولة وحتى لو وصلنا إلى موقعها يكون اسم الشخص غير متواجد فيها لذلك تم التحويل وعمل الاحتياطات اللازمة الآن في الفترة الحالية بوضعها إلى المفوترة ولكن في الحقيقة أن الأجهزة الأمنية الآن بدأت في تطور ملحوظ خصوصاً من عام 2014 حتى هذه السنة في تطور في تحديد مواقع هذه الشرائح والوصول إلى الأشخاص خصوصاً أن باعنا للجوالات المستخدمة بهذا الشرائح تعطي إشارات للأبراج الموجودة بها بموقع الشريحة كل 15 دقيقة وهذه المعلومات تقريباً لا يعرفها إلا في ضباط المخبرات لذلك هم يستخدمون الشرائح الدولية لكي لا يستطيع أحد الوصول إليهم أنا كنت أسأل حقيقة ليس عن الشرائح أستاذ بدر تحديداً ولكن عن الحسابات على هذه المواقع التواصل هذه الحسابات المزورة وبأسماء مستعارة ما مدى صعوبة تتبع هذه الحسابات وربما العمل على وقف أو عدم تفعيلها أما أن هذا الأمر مرتبط بالشركات المشاغلة سواء تويتر أو غيره هناك اتفاقيات قانونية بين الدول وبين الشركات مثل تويتر وفيسبوك في حال أن هناك مخالفات قانونية يطلبون بعض المعلومات من شركة تويتر وتم تسليم هذه المعلومات أما بعض التقنيات العالية يستطيعون اختراق تلك الحسابات ومعرفة مصادرها من أي شريحة جوال أو أي رقم أو حتى كود للجهاز لذلك يسهل عليهم الوصول لأصحاب تلك الحسابات ومواقعهم تحديداً شكراً جزيلاً لك الأستاذ بدر الروقي المحامي والمستشار القانوني المتخصص في القضايا الجنائية كان معنا من جدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر